اه هنتكلم النهاردة عن شفتر سريف شفتر سريف يتكلم عن الامج انهانسمنت اه طبعا احنا مبدأين لازم نفرق بين الابري بروسسنج والانهانسمنت يعني انا في حاجة اسمها بري بروسسنج اه في ساعات انا ببقى عايزة اعمل حاجة على الصورة اه وبسمي الحاجة دي بري بروسسنج في ساعات حاجات انا بعملها في الصورة وبسميها انهانسمنت ايه الفرق البري بروسسنج هو اننا يعني لو انا عاملة سيستم معين او عاملة جيو اي او عاملة موبايل ابليكيشن او او اتفر عاملة حاجة الحاجة دي مش هينفع تشتغل غير على جري لفل مسلا فلو انا دخلي صورة ارجي بي لازم احول صورة لجري فانا بعمل بري بروسسنج بيبقى معزمه عشان بهدف ان السيستم اصلا يبدأ اشتغل اه ممكن عايزة اعمل ري سايز لو انا اشغالها مثلا على نيورا نيتورك او حاجة اه ببقى النيتورك بتاعتي لازم الامو بتاعها مثلا يبقى 1224 فالفا 24 يبقى لو انا جاي لصورة لقطعها كده عادي لازم احول الصورة دي اعملها ري سايزنج بحيس تبقى لازم تبقى 1224 فالفا 24 فالبري بروسسنج هي استيبقى انا بعملها ما بتكونش حيوية قوي او بتكون بعملها علشان اجهز الامج بتاعتي او اجهز الامو بتاعي ان هو يشتغل على السيستم اه طيب مش مش حيوية اللي هي مش مهمة لا يعني هي مش مهمة بقدر اهمية الامج انهانسنت ولكن هي معناها ان انا بكهز الصورة بتاعتي تبقى في الفورمات اللي المفروض السيستم اشتغل عليه اه وطبعا ممكن احولها مثلا من جي بجي اللي بي نجي او على حسب انا ممكن اعمل اي يعني فيه بري بروسسنج كتير طبعا لو كان سيجنال ممكن بعمل لها فريمينج مش هينفع اشتغل على السيجنال اللي وحدها على طول قصدي لازم ان انا اعمل لها فريمينج وهكذا فدي كله اسمه بري بروسسنج اي فرز الستيب بقى بعد ان انا بعد الفورمات بتاع الصورة ممكن اسميه انهانسنت ممكن اسمي اي حاجة تانية فلترينج مثلا ده الفرق فالانهانسنت هي خطوة بتتعمل فعلا في بداية التعامل مع السيستم بس بعد ماعمل بري بروسسنج بيكون ايه الهدف من الانهانسنت هو بهايلايت الانترستنج دي تيل في الامج يعني بعمل شاربنج يعني الامج بتكون جيالي ببقى عايزة اه اه فيه اجس معينة مش باينة فانا ببعايزة اعمل لها شاربنج يعني اظهرها او في بعض الديتيلز ببعايزة اظهرها او ببري ببقى ان ممكن اعمل ريموفنج نويز يعني بقى في عندي نويز في بيكسلز كده موجودة مش من اساس الصورة ممكن اعمل لها ريموفنج او طبعا ممكن اخلي الامجس مور بيشوالي قابلنج يعني ان انا لو مثلا فيه دبابة على الصورة او حاجة او الانيشن مش واضح امش مثلا الدنيا مش مش كلير ابدأ ان انا اغير بجولاتشن بتاع الصورة اه وخليها مور كلير اه ده هدف الانهانسمنت وان جنرال الانهانسمنت تعتبر object oriented technique او method object oriented اه ليه لان هي بتختلف يعني ما نفعش طبق الانهانسمنت يعني لو انا مثلا عندي انهانسمنت تكنيك معين او method معين ما نفعش طبقه على اي image جيلي بتبقى بتختلف على حسب ال input اللي جايه يعني ممكن مثلا استاذ الانهانسمنت تكنيك على ال x-ray images ما تبقاش تنفع معا على صورة امجس على حسب فال x-ray images ممكن يكون فيها contours فاضطر ان انا استاذ الارجوزمس اللي بتعمل contours صورة امجس ممكن مثلا يبقى الضباب فيها اكتر او الاضاقة فيها اكتر بحتاج اعمل enhancement خاص بالاضاقة مثلا يعني ده على سبيل مثال ده يعني ايه enhancement وليه بحتاج ان انا اعمله والenhancement يعتبر object oriented او problem oriented يعني لازم بيختلف اختلاف ال input اللي جايه الimage enhancement ممكن اطبقه على special domain image او frequency domain يعني هقول بعد شوية ايه the frequency domain وايه الفرق بينهم والspecial domain ولكن خلينا نفترض نتكلم عن special domain اللي هي الimage الاصلية يعني انت غايلك image اللي انت لما تحط قدامك image جدا بتبقى عارف تinterpret ايه اللي موجود فيها سواء كان شخص او animal او plant او whatever فنتحط قدامك صورة بتبقى عارف تترجم ايه اللي قدامك ده ال special domain image او ال image عن متلا اللي احنا متعودين عليها اللي احنا متعارف عليها بنسميها special domain لو عايزة عمل enhancement في ال special domain image في العموم انا دايما عندي fxy يعني f دي هي الimage الاصلية بمموظلة بالرمز f fxy يعني البيكسل اللي اللي هي index x1 بطبق على transformation معين بعمل فيها اي حاجة بعدل فيها وفي الاخر بتنتقل البيكسل الجديدة بسميها g of x1 او تمام فfxy دي ال image الاصلية والg of x ال image اللي انا عملت عليها الناتج ال enhancement وال td transformation matrix او transformation operation في منها طبعا سامبل دي اكترة هنشوفها في المحاضرة دي بس td بترفير لي transfer or enhancement operation بتكون عندي ال image بالمنظر ده 2d matrix ببدأ اطبق عليها enhancement ممكن اطبق ال enhancement على بيكسل واحدة ممكن اطبقها على region معينة طبعا كل حاجة بتختلف طبع ال application فلو انا هطبقها بحيث مثلا يبقى عندي region كده معينة بطر طبعا اكونسيدر ال neighbors بتوعي اللي ممكن يبقوا اربعة horizontal vertical او الاربعة diagonals او التمانية كلهم بعمل ايه ببقى عندي مثلا حاجة زي كده ونفرض مثلا ان انا هاخد region دي كده والبكسل وال image بتاعتي لها values مثلا واحد اثنين ثلاثة سبعة تمانية اي ارقام تمام دي مثلا لو انا اخد region بيبقى عندي filter بالمنظر ده او حاجة window على قد ال window اللي انا اخدها من ال image هنا من واحد ثلاثة غط مش عارفة كان. يبقى عندي فلتر تاني او او دي بسميها الانهانس منت او كرنل او بيبقى نفس السايز اللي انا هاخده من الامج تلوته في ثلاثة مثلا. هو العمود طبعا السايز بتاع الكرنل ده المفروض دايما بيكون قط عشان يبقى حوالين البيكسل من من يمين ونفس اللي حواليها من الشمال. طبعا كنت خط يبقى عندي كده مثلا هنا اتنين فلو البيكسل دي بتاعتي خلينا مثلا نقول اربعة انا عندي اربعة بيكسل اربعة الكرنل بتاعتي كتب اربعة فلو فردنا دي البيكسل اللي اهتم بيها انا كده باخد ايه اتنين حواليها من هنا واحد بس حواليها من هنا فمشاين فلازم اخد نفس من اليمين او من الشمال او حتى من فوق من تحت فدايما بتبقى او عادة ما بيفضل ان الكرنل تبقى اه الصيص بتاعها اقد اوكي. طبعا كل ده انا دخلتش في انهانسمنت انا بس دخلت في ان ماذا لو انا عايز اطبقى انهانسمنت انا انا لسه ما خدتش فلتر معين ولا عرفت انواع الفلتر ولا اي حاجة بس انا بتخيل ان انا اه هعمل ايه لو بقى معايا فلتر معين او ممكن اعمل ازاي يعني ازاي بيبقى عندي اه بيكسل قديمة اه وبكون منها طبعا الماتريكس دي الامج دي بتكون الولد بكون امج جديدة اه نيو بنفس السايز بتاعها طبعا تمام البيكسل بقى الجديدة اللي هي مسلا دي فهمتها ايه هنا اما انا عملت انهانسمنت فاكدك ما بتاعتها تضغيق فهمتها تبقى ايه اللي بيحصل ان انت اه بتاخد ريجون من الامج او ريجون حواليا البيكسل اللي انت انترستد بيها بنفرض مسلا دي التمانية فبتاخد ايه الريجون اللي حواليا دي كل التمانية دول تمام وتقعد بقى تضرب تقعد تضرب البيكسل دي في الفلتر اللي هنا افضل مسلا ده كله وحايد مسلا في اه طيب اه فلترز ممكن يبقى كله وحايد بنضرب هنا الواحد في واحد والاثنين في واحد والثلاثة في واحد اضرب وجمع يعني الواحد في واحد زائد اتنين في واحد زائد ثلاثة في واحد زائد واحد اه واحد زائد سبعة في واحد واكس بطلع بضرب وجمع في الاخر بحط القيمة اللي تيجي في المعادلة في الاخر بحطي هنا مسلا نفروض هيطلع في الاخر عشرة. اه فبحط هنا ناتج الانهانسمنت فالانهانسمنت بيبقى عندي اموت امج بيطلع لي بعد كده اووت امج اللي هي نفس الديمنشنز اه وببدأ اعمل اه عشان اوصل النيو باليو في الانهانسد امج ببدأ اضرب وجمع في فلتر اه فدي الترانسفير اوبريشن انا ممكن ممكن اللي انا بعمله ان انا بضرب وجمع ممكن يبقى في حاجات تانية ممكن مجرد كل بكسل ازود عليها واحد ممكن كل بكسل اضربها في حاجة ان انا هعمل عليها اوبريشن ده الانهانسمنت والسباشل دومين امج هي الامج اللي انا انترستد بيها او الامج اللي انا قدر اترجمها اه طبعا اه في نوعين او فيه تلات انواع من التعامل مع السباشل امجز ياما تبقى انت معاك امج اصلية ومعاك امج جديدة عشان تجيب البيكسل جديدة بتتعامل مع بيكسل فاليو واحدة بس من الامج الاصلية او لو انت معاك امج الاصلية عايز تجيب البيكسل الانهائية بتضطر ان انت تجيبها نتيجة الريجون معينة تمام اه دي بنسمي الابريشن دي او التعامل بالطريقة دي بنسميها لوكل اه انهانسمنت ودي بنسميها بوينت انهانسمنت ولو انا طبعا بستخدم الامج كلها علشان اجيب بوينت فاليو واحدة بس البيكسل واحدة دي سميها جلوبال اه وده عادة ما بيكون اه في فريقونس دومين فريقونس دومين ده يعني مسلا حاجة زي كده اه ممكن مايبقاش ظاهر هنا اه بس ان انا لو عندي مسلا اه امج بالمنظر ده الامج دي مسلا فيها فاليوش كده كتير اه مسلا اه شطرانج او حاجة اه وانا بحول الامج دي لشكل تاني بعمل لها بعمل عليها معينة اه بحيس ان هي في اه تدينا مسلا حاجة زي كده حاجة احنا مش هنعرف نفهمها نهائي يعني مش هنعرف نفهم ما احنا لو سانت يعني كسانتس نقدر نفهمها لكن كهيوما لسه بداي ايه يعني لسه في الاول مش هيبقى فاهم يعني ايه ان ده شكل الفريقونس دومين بتاع الامج الاصلي اه فده شكل دي فكرة الفريقونس دومين ان انا ببدأ احول الصورة بتاعتي اه من امج اصلية او عادية اقدر ان انا افهمها الواحده لشكل تاني خالص اه اا ام يعني فريقونس دومين يعني الصورة دي بيكون عبارة عن كل الفريقونسBLي موجودة في الصورة بتربرزنت كل الجايجز الي في اليمين والجايجيز الي في اجتمال اه هل انا عندي انجز كتيرة يعني ظهر اجز كده ممكن يبقى عندي انجز كتير كده فيزهر لي ان دي مثلا طويلة يبقى أنا عندي الاجس اللي موجودة بحيس تبقى في الـ direction ده كتير وهكذا يعني الـ frequency domain ده بيبقى حاجة لا معين ولكن هنيجي نترك لها في المحضرة بتاعتها أكتر ولكن هي دي إن أنا يكون عندي image وأبدأ أطبق frequency domain أو أطبق filtering frequency domain filter filter بحيس أوصل للماتريكس دي بعد ما أعمل الماتريكس دي أطبق enhancement على الـ image دي ما طبقهاش على الـ image الأصلية لا بطبقها على frequency domain version من الـ image الأصلية أبدأ أعمل هنا إيه؟ enhancement هيجي لي حاجة زي كده أنا بيكون عندي الـ image الأصلية في الـ special domain ببدأ عليها أعمل على transformation مثلا في أنواع كتير من frequency domain filter زي بعمل لها transform بعد كده ببدأ أعمل enhancement اللي أنا عايزه بعدين بركع الصورة دي بعمل inverse operation بتاع دي يعني كنت ضربت في حاجات فبعمل الإسمة أو لو عملت differentiation بعمل integration يعني بعمل عكس الـ operation بتاع اللي أنا عملتها هنا وبالتالي بوصل للـ inverse بتاع الـ inverse shape الـ image المتعدلة والآخر بتجي لي هنا إيه؟ special domain image بعد ما اتعدل مش حابة نتطرك قوي ليه frequency domain إلا في المحضرة بتاعته ولكن هي دي الفكرة أنا بما باجي أعمل enhancement ممكن أطبق على الـ image الأصلية اللي هي special domain image أو أطبقها على frequency domain image طيب ولو حصل وطبقتها على الـ special domain image ما عندي ثلاث طرق إما أعمل point enhancement أو local enhancement أو global enhancement هو إن أنا بجيب الـ enhanced value أو enhanced pixel value من خلال الـ image واحدة من خلال الـ point واحدة أو enhanced pixel value من خلال الـ region في الـ image الأصلية أو enhanced pixel value من خلال كل الـ image الأصلية بنسمي ده point وده local وده global enhancement طيب كل واحد فيهم يعني فيه طرق كتيرة point enhancement وفيه طرق كتيرة local enhancement وفيه طرق طبعا تانية global enhancement كل يعني هنتطرك إلى كل الأنواع دي خلال الكورس ونعرف إيه أي أنواع الـ transformation اللي أنا ممكن أستخدمها في الـ image التحتي طيب لو هنيجي نتكلم عن الـ point processing أو الـ point enhancement أنا بعمل عليها operation هل دايما لازم مسلا أنا بعمل operation يعني مش بعمل function معانا مش معانا أن أنا بجمع على طول value يعني مسلا لو كلمة كانت pixel value كانت بمية الـ pixel value كانت بمية ممكن دي الـ R ممكن الـ R دي أضربها في واحد من عشرة مسلا وعمل لها روني طبعا بعدين تديني الـ pixel النهائية ديني مسلا عشرة طيب اللي دي الـ S فإن أنا بعمل operation معانا الـ operation دي ممكن تبقى ضرب وممكن تبقى ممكن تبقى حاجة بكريتيريا معانا بس هي دي فكرة الـ point enhancement هو أن انت بيكون الـ input بتاعك pixel والـ output بتاعك pixel زي اللي أنا الـ figure اللي كان بيوضح أبلي كده الفرق بين الـ point و local group الـ S بترفير لي الـ processed image pixel والـ R بترفير to original pixel value إيه هي أنواع الـ pixel enhancement processes عندي مثلا الـ contrast stretching طبعا هنشرح الـ stretching أكتر في نهاية المحاضرة ولكن ده مثال ليه الـ point enhancement إنها بيكون دخلك image بيدخلك pixel وبتاخد الـ pixel دي وتعمل فيها حاجة تديك الـ pixel الجديد طيب إيه هي أمثلة الـ point enhancement تاني عندي أنواع كتيرة مثلا عندي الـ negative أو identity والـ log والـ power loop فالليني مثلا أعمل كده الأول الأنواع أو most commonly used types of point enhancement عندي بنسميها linear والlinear دي داخل جواها الـ negative والـ identity transformation النوع الثاني اللي هو logarithmic بيبقى داخل فيه الـ log والـ inverse log تمام؟ النوع الثالث اللي هو الـ power loop وداخل فيه الـ power والـ inverse power تمام؟ بنعمل إيه بقى في كل transformation لو أنت identity لو أنا بعمل transformation identity بحيث الـ S بيساوي الـ T of R الـ T دي معناها لو أنا في identity لو أنا في identity ده معناه أن أنا بخلي الـ pixel زي ما هي يعني لو كانت 0 بطلحها الـ S بتبقى 0 برده لو كانت 10 الـ S بتبقى 10 برده identity يعني برجع نفس الصورة تبدو هذه الـ transformation useless ولكن دي كانت حاجة بدائية يعني أو الـ first version of transformation إن أنا بس يعني عايزة أقرب أشتغل على image إن أنا أطلع نفس الـ pixel values طيب التاني تاني نوع من transformation اللي هو negative لو أنا عايزة أعمل أجيب new pixel value لو أنا بعمل transformation negative يبقى الـ S بتبقى عبارة عن L minus 1 L minus 1 minus or طبعا أنت ممكن لوحدك تتخالي عن negative negative يعني لو الصورة أبدا دوشت بتحكس الـ 0 1 والـ 1 0 يعني فادي أنك بتحول هي من binary بتحولها binary برضو عادي لو هي مثلا gray level وعندك وعندك حاجات في الصورة لونها غامل وحاجات لونها فاتح ما بتعمل negative بتحكس الحاجات اللي عندها أنا مثلا أشوف مثلا مثال negative حاجة زي كده يعني أن عندي مثلا صورة زي كده ونفرد دي شبكية العين بيبقى عندك هنا الصورة دي اسود كما أنت شايف كده وهنا gray في تدرجات معانا وهنا أبيض هتبقى الصورة دي هنا أبيض وهنا اسود والحطة دي برضو متدرجة بس اللي كان هنا أبيض أو low intensity value عالية نخليها هنا ايه 0 أو غامل بتيجي ازاي ان انا بقول S بتساوي L minus 1 minus R ال L دي اللي هي الليفل بتاعي يعني انت هنا في الأخير بتصيب pixel value دي أو أكبر 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 intensity عندك هنا ايه أو انت أصلا بتصيبها بكام بيت لو انا بتصيبها مثلا فيه 3 بيت هيبقى عندي ال L دي بتمانية تمام فبقول 8 ناقص 1 ناقص R طبعا بقول 8 ناقص 1 لأن انا عندي يعني انا لما بجأ يقسم values هنا ما بقولش التمانية بتبقاش موجودة عندي يبقى عندي من صفر لغاية 7 ما ينفعش يبقى عندي التمانية فبقول 8 ناقص 1 أو ال L ناقص 1 ناقص R بحيث ان انت هيبقى عندك دايماً سبعة ناقص R سبعة ناقص R يعني لو ال status كانت سبعة يعني بيتة فسبعة ناقص سبعة في زيرو يا ديني الحتا shaved decade تبقى زيرو وهكذا لو انت مثلا كنت Colorado فيبقى سبعة ناقص zero لو ال R دي كانت بسبعة لو ال R كانت بزيرو فأنت معو travaك سبعة ناقص زيرو بسبعة فالحدة داي تبقى بيت mechan وoki وهكذا بالنسبة لاي كايمة اخر ال R ال R ممكن تشين Economy 2019 لو فردنا أن أنت عندك 7 فأنت عندك الار ممكن تشيل من صف إلى 7 أوكي فده معنى النوجاتف النوجاتف أن أنت بتحول أو بتعمل هو ببقى ساعات بعض الأحيان لما بتعبر عن الحاجات الدقيقة بلون الاسود بتبان أكثر من أنت لو عملتها بلون الأبيض ده اللي وضح لنا هنا في الصورة أننا لما الحاجات دي حاولت أن أشرحها أو حاولت أن أشوفها بلون الاسود بانت أكثر فهي دي بيبقى بيبقى ان انا طبق نيجاتيب بوينت انهانسمنت على بعض الصور بيفرق معايا فده فكرة الايه الايدنتيتي والنيجاتيب دي اما تخلي الاس بتساوي الار هنا بيكونش بقى فيقة ايه ترانسفوبيشن بالنسبة الايدنتي هنا بتكون الاس بتساوي الار على طول تمام؟ لكن في النيجاتيب الاس بتساوي الا ماينسوا ماينسوا وده طبعا مسال كان على النيجاتيب طيب النوع التاني من الوينت هو اللوجاريزم ان انا ابدأ اعمل اطبق اللوجاريزم على الصور هنفهم طبعا ايه الفرق من اللوجاريزم والباور دلوقتي هو يعتبر اللوجاريزم والباور لو الاثنين قريبين من بعض بحيث ان لو انت بتطبق لو انت بتطبق لو انت كده بتزود الbrightness بتاع الصورة ولو بتطبق باور فانت بتزود الbrightness برضو ولكن اللوج بتزود اكتر يعني لو بصينا على الفجر ده كان انت اللي هي اللي هي الار يعني وده كان الفجر بربزينت اللي هي الاس وطبعا كان الماكسما عندك الـ minus 1 وهنا من 0 الـ minus 1 وهنا من 0 الـ minus 1 لو انت بتطبق الـ identity فانت عندك يعني الار هي الاس يعني مفيش اي اختلاف انت كان عندك R بكزا يبقى الـ S زيها بالظبط مفيش حاجة الـ negative زي ما احنا شاكدين كده اللوج بقى او الباور ان انت لو انت هنا الـ pixel values دي اللي هي في الـ range كده ونفرض مثلا غيرت النص هنا او الحاجات اللي هي باللون غامق ممكن نستخدم دي الحاجات اللي هي لو في نص الصورة كده او نص الـ levels دي اكيد الحاجات اللي هي pixel values غامقة فهنا اللوج بيعمل اي بيروح عامل مع اللي قيمة بتاعة الـ pixel values دي معليها يعني بدل ما هي تبقى كده لا يعني بدل ما هي تبقى بقيمة بتاعتها بيعليها فهو بيعمل ايه بيعمل brightness brightness يعني لو الصورة لو انت عندك pixel values منورة بيسيبها زي ما هي او بيغيرها بنسبة قليلة ولكن الحاجات الغامقة بيعمل لها brightness نفس اللي اللوج بيعمله هو اللي الـ bar بيعمله بيعمل برضو كده بيعلي الbrightness اللي موجود في الصورة ولكن بنسبة اقل من اللوج فطبعا الحسب انت عايش تعالي الbrightness بنسبة كبيرة او اقل ممكن لو نسبة قليلة عايزة تستخدم باور ولو نسبة كبيرة تستخدم اللوج اللوج بيعمله الـ 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 بتاعه يعني العكس بتاعه يعني اللو انا عندي هنا بستخدم باور الـ الـ باور بيعمل العكس بتاع الباور يعني وبيعمل العكس ده بيخلي الbrightness عالي بيعل القيم الواطية لكن ده بيقلل يعني الحاجة الغمق بيزيدة غمق ايه دي هنا الـ الـ الحاجة الغمق بيزيدة غمق ايه وطبعا بالنسبة للـ الـ بيعمل برضو الغمق بيزيده غمق ايه بس بيزيده اكتر من اللوج اوكي لو عايز وغير طبعا الـ ممكن تحاول تغيره وتشوف الـ والـ الـ دي البيكسل فالو القديمة ودي الـ بيطبق اللوج على البيكسل فالو القديمة وبتطلع الـ الـ طيب الـ 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 س بتساوي الـ مضروبة في الـ ال باور ال لو انت هنا تستخدم اللوج اللوج بيعمل برايتنس لو انت خليت الـ دي بوستف بقى الـ الـ س بيساوي الـ الـ في اللوج 1 بلاس R لو خليت الـ دي بوستف يبقى انت كده بتعمل لوج او بتعمل بتزود الـ برايتنس والباور لو انت الترانسفير الـ بتحتي بتساوي الـ الـ مضروبة في الـ باور يعني قص جاما وهير الجاما ده برامتر برضو كل ما غير فيه كل ما يأثر فيه بتاع الباور عندي مثلا هنا ده ده مثال على الباور بس كل ما تزود الجاما كل ما تلاقي خلينا بس نشوف بمثال احسن هنا الار بتاعتي الار قص ستة من عشرة الار قص تلاتة الار قص اربعة من عشرة لو عملت اار قص ستة من عشرة هتلاقي الحاجات الفتحة بيفتحها والحاجات الغمقى بيفتحها بنسبة قليلة لو حصل وانا زودت قللت القللت الجاما هلاقي لو حصل وانا قللت الجاما هلاقي ان هو هيبدأ يدخل على الحاجات اللي هي غمقى وهي كمان يفتحها هيفتح الغامق برضو فده تأثير الجامع ممكن لما تغير فيه تغير الأفكت بتاع البار وتخلي النسكوب بتاعه بيشمل البيكسل اللي هي برضو الbrightness او الدولتنس بتاعها عالي ويبدأ ان هو يفتحها هيكم ايه ده مسائل على البار مسائل على البوينت انهانسمنت بتاخد بيكسل وتطلع بيكسل جديدة مش محتاج تبص على ريجن جنبك ولا حاجة انت تاخد بيكسل وتعمل علي الترانسفورميشن وتطلع بيكسل تاني ده كان الترانسفورميشن للوجو ده الترانسفورميشن للبو طيب ده طبعا كان مثال تاني واحدة من أهم الالجوريزميس او الpoint enhancement هو برضو contrast stretching contrast stretching خلينا بس نشوف مثلا لو فيه صورة مثلا صورة زي كده contrast stretching بيعمل ايه؟ بيخلي الحاجات اللي غمقة تبقى غمقة اكتر والحاجات اللي فاتحة بتفتح اكتر يعني هو contrast stretching بيالهدف منه انه هو يحل مشكلة الالومنيشن يعني لو الصورة بتاعتك انت كنت صورتها في وضع ليلة وقت بالليل او كان او كان بالنهار عادي بس الاضاءة او في مكان مظلم الالومنيشن بتاعتك ما كانتش واضحة اقدر ان انا اوصل لحاجة زي كده كده في ايه اللي حصل الحاجات الغمقة هو بدأ يغمقها اكتر حاجات الفتحة فتحها اكتر فبالتالي زهرت الصورة كلاير وكأن انت ضفت نور في الصورة اام طيب خلينا نيجي واحدة واحدة بس نتكلم على stretching بس هو في الاول يعتبر point enhancement algorithm اكيه طيب ببساطة encontrance stretching يعني بيعمل stretching لل intensity بتاع البكسل يعني لو انت عندك intensity pixel values خلينا مثلا نشوف حاجة زي كده لو أنا مثلا عندي بيكسلز مثلا كان الأكبر قيمة فيها كانت 0 وأقل قيمة فيها كانت 151 بخلي أكبر قيمة بخلي أصغر قيمة 0 وأكبر قيمة 225 مثلا الحسب هو 255 بيخليها أعلى حادة يعني الرنج بتاع من 100 ل51 بيعمل لها بحيث أنها تبقى تاخد رنج أكبر توصل مثلا من صفر 255 بدل من 100 150 بيكون عندي أنا بيقى شيء أقل قيمة مثلا هنا 84 وأكبر قيمة 155 بعمل لها بحيث أن 84 تيجي هنا عند 0 وأن 50 تيجي عند 255 وبالتالي كل بيكسل هتبدأ باردة تتفرد ويظهر لي الشكل ده ده هو اللي بيدي الأفكت ده طيب طبعا كنا شرحنا قبل كده contrast contrast هو contrast stretching يعني بعمل stretching أو بفرد 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 يعني بفرد كيمة كانت 100 وأهله كيمة كانت 100 أو يعني بالمنظر ده بيبقى أعمل contrast level لو أنا عندي صورة زي كده فكتألن رقم 0 وأكبر رقم كان مثلا 255 فممكن أترحم بالدينة 255 فهدلوقتي عندي high contrast contrast الفرق ما بين السفر وال255 عالي لو أنا عندي بكسل image زي كده أو جزء من image زي كده عندي الجزء ده أقل كيمة كانت 100 وأكبر كيمة كانت 150 فلما كانت رحمه بعد هديني 50 ويبدأ اسمه low contrast يعني أنا لما يكون zero ما بسموش low contrast بسمي no contrast ما فيش contrast أصلا ما فيش إضاءة ما فيش اختلاف في الإضاءة في ال pixels لكن ده في اختلاف وفي الاختلاف كمت وكذا وده بارد وكذا طبعا فكرة إن أنا عندي 0 و255 ده لا يعني الحاجات دي كلها ممكن كل دول يبقوا مية يعني ممكن كل دول يبقوا مية وده 0 و255 هيبقى contrast بتاعت برضو اسمه high contrast فهو حاجة بتمجر بالنسبة لل pixels يعني يعني هو مش أكرة قوي حسابه أو أن أنا أكونسيدر contrast بالطريقة دي ولكن هي بتحس بكذا فال contrast هي difference between maximum and minimum pixel intensity في ال image ويهي طبعا أمثلة على التمانية بت دي تمانية بت يعني المفروض إن أنا البكسل أو الريجون بتاع ال image دي هلو مية أنا أصلا متوقعا أن يكون عندي تمانية بت images يعني عندي 255 فأنت قدامك من 0 255 ما خطمش كلهم ليه فأنا أنا قدر أقول إن ده low contrast برضو هنا المفروض يبقى عندي الأرقام من 0 255 خدهم كلهم يبقى أنا كده هاي contrast هنا برضو خد نسبة منهم ما خدش كل الأرقام يبقى أنا عندي low contrast طيب عشان الغد دلوقتي بعرف يعني contrast ويعني contrast stretching بس معرفناش بيعملها ازاي طيب أول بس قبل ما أبدأ بس أقول بيعملها ازاي هنقول إحنا ليه بنتطر أن نعمل contrast stretching نتيجة زي ما قلت قبل كده اللي هو poor elimination يعني ممكن أنت تكون ماسك كاميرا كويسة وكل حاجة وكده بس الإضاءة اللي في المكان نفسها هي اللي فيها مشكلة الإضاءة اللي في المكان أو الصورة اللي جات لك ما كانش فيه إضاءة في الوقت ده فbore elimination أو أن انت ممكن يكون فيه إضاءة عادي بس الكاميرا بتاعتك نفسها imaging sensor بتاعك هو الإمكانياته مش كويسة أو أن ممكن يكون كل حاجة تمام poor elimination elimination كويس imaging sensor كويس ولكن settings أثناء ما أنت كنت شغال يعني ما لقطش الصورة بشكل كويس زي اللي لقطتها بسرعة أو اللي لقطتها بشكل blurred أو سريعة فالتفاصيل مش باين فده الأسباب لل low contrast وبالتالي طبعا الصورة مش تبقى واضحة بالمنظر ده وهي في الأصل مش كده فإحنا طبعا ليه ناخد صورة زي كده ولا أن احنا ممكن نقدر نحسينها فما نحاول أن احنا ننقريز dynamic range من اللي موجودة في الصورة واحدة من أهم الoperations اللي بتعمل stretching اسمها B-Swise Linear Function وهنستخدمها دلوقتي بنعرف إزاي هي بتشتغل وإزاي بتقدر أن هي تغير من ال contrast في بعض الأحيان بنسمي contrast stretching normalization normalization لأنه يعتبر لما بيجي وزدع أو بيشد البيكسل كده بيشدها كلها يعني بيشد كل البيكسل زي واع بنفس المعدل وبالتالي النظر اللي بيعمل normalization تمام طيب هو هنا بيقول لك معناها إن contrast stretching إن bright pixels in the image will become brighter والdark pixels will become darker يعني الحاجات الغمقة بيغماها والحاجات الفتحة بيفتحها أكتر وبالتالي دايما بيديك higher contrast يعني الهدف من contrast stretching إننا ماعمل higher contrast أو increase contrast محب وبعد الأحيان يوهاب 2 pay attention للcontrast التي بتعمله علشان مش بيبقى دايما accurate يعني في بعض الimage أنت مش محتاج تعمل stretching فيها لكن لو عملت عليها واضطرت أو أنت خلاص مصمم فتلاحز إن الimage دي يعني دي عادي الإضاءة إضاءة مش كويسة بس هي قصلا ما فيهاش information دايقاك في حاجة أنت لما تشيل كل حاجة وتخليها تبقى مثلا دي كانت 80 تخليها لغاية zero فأنت كده ممكن تأثر في الصورة فإحنا لازم نعرف إمتى نحتاج مصبق stretching ومش هي دايما أو enhancement تخنيك يفضل دايما أننا نستخدمه على كل الimage لا على حسب الimage هل هي الالمination فعلا بور ولا لا وهل هو بور هيأثر على الكونتينتو لأ ممكن يكون عادي إنما ما فيش information مهم لكن في الصورة دي كان في information مهمة وعليها الالمination فكان لازم عمل هنا برضو هي الصورة كات عادية جدا هنا لما عملت خليتها بتلمع أو بتنور أكثر طبعا أنت حاجة مش ريال يعني لو إحنا عايزين نطبق دي طريقة من الطرق إن أنا ببدأ أشوف الامج الأصلية بتاعتي الرنج بتاعها كام ألاقي مثلا أقلي كيموك 80 وأكبر كيموك 150 طيب إنت عايز تعمل وتخلي الرنج بتاعك من كام لكام أنا بقول لك الامج بتاعتي 8 بيت فأنا عايز أخليها من بتاخد كل الرنج هتاخد من 0 55 طيب واحدة من السهلة يعني اللي إحنا ممكن نستخدمها عشان نفرد بتاعنا إن أنا بقول لك إن الجديدة اللي نقصد عليها الاس الجديدة بتاعتي هتساوي الاس أو بتساوي الار مينس المينمم يعني مينس أصغر كما عندي اللي هي مينس 80 تمام واضربها في يعني باضرب الر مينس 8 باضربها في حاجة إيه الحاجة دي اللي هو الماكسما اللي عايز نأفردولك أو اللي هي 255 طيب الماكسما اللي هي 0 طيب قبل كده أنا كنت الماكسما بتاعك 150 طيب والمينمم بتاعك كان كان 80 يحسب كل ده كده وفي الاخر طبعا هيديك حاجة ده هنا كان المينمم 80 وفي الاخر اجمالها على ال اللي هي 0 بعد ما نحسب كده هنلاقي أن يعني أنا غيرت الرنج بتاعها ما بقتش اعتبر أن ال S هي ال R لا بقيت اعمل تاني على ال R بإن أنا أكون سيدر نيو ماكسموم ونيو مينوم مع بعض طيب لو عايزين ناخد مثال من الأول للآخر على contrast stretching هيبقى عندي مثلا هنا دي البيكسل أو ده المثال لو أنا عندي image بسط لل region دي أو matrix أو image اللي جايالي لقيت أن أصغر كيمة كانت 100 وأكبر كيمة 105 طبعا هو مش دايما يكون الأصغر هنا والأكبر هنا صدفة وشكل ده مثلة بالصدفة النية كده ولكن ممكن تلا أكبر كيمة هنا عادي يعني فنفرض مثلا أن أصغر كيمة كات 105 كات 100 وأكبر كيمة كانت 151 فأنت عندك المين المية دي هي المين وال 151 هي الماكس خلاص والزير دي النيومين النيومين المين الجدي اللي أنا عايز وصل لها وال 255 دي النيومكس تمام طيب هعمل ايه هقول أنا دلوقتي همشي على هطبق الـ على كل بيكس عشان أجيب الاوبط ايه الاوبط امج لو فرضنا دي اسمها fxy fx قصدي اه xy اه والامج المتعدلة دي اسمها gfxy gfxy هو البيكسل دي انا بسميها r والبيكسل دي انا بسميها s اللي هي نفس البيكسل بس بعد ما تحسنه عايزة جيب هو هنا بيقول ان new value zero جابها ازاي بقى قالك انت هنا عندك الوا i minus sorry ال او يعني البيكسل value ناقص المين طبعا هنا بالصدفة اول المسال البيكسل value اللي انا مسكها هي المين فبقى عني 100 ناقص 100 بعدين هضربها في النيومكس على النيومكس النيومكس ناقص النيومين على المكس ناقص النيومكس ناقص 0 على 151 ناقص 100 وفي الاخر هجمعه على 0 هيديني 0 فالص عند الوقت ب 0 لو عايز طبق البتاع ده على البيكسل التانية هلاقي ان انا عندي هنا 105 فال 105 ناقص 100 هنلاحظ ان الترم ده سابت مع كل البيكسل يعني لو انت جيت حسابته هنا 255 ناقص 0 ده 255 على 151 ناقص 100 ده تقريبا 51 فمعه 255 على 51 وهنا قربها هزا اعتقد هو مش اعتقد هو يفضل دايما انت تقرب علشان هو ما ينفعش يبقى عند بيكسل بالو مش انتجر كل بيكسل دايما بتكون أرقام صحيح فما ينفعش يجي لك هنا رقم هتعمله راون اوكي اما تسيب وتعمل راوند في الآخر للبيكسل الأخيرة يعني مثلا تسيب دي مثلا كان خمسة واثنين من عشر تضرب وتجمع ومش عارف افري هطلع لك مية وخمسة واثنين من عشر يبقى اسمها مية وخمسة تمام طرح بيطلع برقم عشري ولا هنا رقم بيطلع رقم عشري هي الجزء ده بس اللي ممكن يبقى رقم عشري تعمله راوند تمام فلو احنا جينا نحسب هنا مثلا اشوفت اللحة كام انا كان مثلا معي ميتين خمسة وخمسين ناقص ناقص زيرو ميتين خمسة وخمسين وعندي هنا مية واحد وخمسين ناقص مية طبعا بواحد وخمسين بيطلع اتنين خمسة ميتين وخمسين على الكذا ميتين خمسة وخمسين على واحد وخمسين تمام ان هي ما كانتش طلعت رقم انتجر انا لازم اعمل لها ايه اعمل لها راوند لان ما فيش بيكسل ما ينفعش الاوبد هنا يبقى رقم خمسة واتنين من عشرة خمسة وعشرين ثلاثة من عشرة ما فيش حاجة اسماء كثيرة طيب فالترم ده بيبقى ثابت عندي في حاجات كتيرة فانا عندي هنا الرقم ده في الاخر خمسة فانا عندي مية وخمسة ناقص مية اطلع خمسة 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 وعشرين زائد زائد خمسة وعشرين فاطلع لأيه هنا خمسة وعشرين وهكذا دي جزء من image اقدر ان انا ارسمه او كمواضح الصورة بتاعتك وانا هيفرق او هيفرق او هيفرق معك الاختلاف عمل زائد في الستريتشينج ولكن من نسبة للقيم هتلاقي ان هو عمل فرد يعني مسلا مش المية بقت صفر والمية خمسة وواحب خمسة ومية خمسة خمسون والبقى يسببت لأ برضو عمل بكل القيم دي بنسب متقربة تمام ده ال contrast stretching باستخدام ال straight forward b-size linear مسلا طيب في special case من contrast stretching وهي ال three solding ايه هو ال three solding ان انا يعني طريقة سهلة يعني او اعتبر طريقة البداية لل stretching هو ان انا ال s انا بسأل نفسي سؤال بقول لو ال r بتحتي اكبر من stretch الدمعية ال s هتساوي 0 تمام else يعني لو كانت اقل من الحاجة دي هيبقى ال s هتساوي 1 اوكي فانهين ده اللي حصل ان انا هنا عندي ال image الاصلية عادي ايه ورا عمل stretch يعني عندي كما معينة انت مسلا ماسك من صفر 255 انا ااخد ال sita دي او stretch ده ومسلا عاش عادي اي رفع خلي 100 خلاص فانت هتشوف ال r اللي عندك دي في ال image هل هي اكبر من 100 اه احنا ممكن نقول اقل من 100 لو هي اقل من سيتا لو هي اقل من 100 هيخلي ال s بزير او ال s جدا بزير غير كده ال s تبقى بوان يبقى انا بعمل ايه بحول ال image ال binary هي بتبقى جاية لي gray وانا بحولها ال binary gray بحولها ال binary بس ده stretch holding هو طريقة تانية لل stretching ولكن مش بيبقى دخل لي gray وبتطلع gray لا بيبقى دخل لي gray وهو عادي بالنسبال عادي يطلع على binary بس مش عارف يطلع بناء على ايه يعني من اول فين لفين هتخليه zero ومن اول فين خلي one فبيعمل three holding three holding يعني بيبدأ يقارن ال pixel value هي commitها بالنسبة لست تمام ده three holding ولو بصينا هنا هتلاقي لو انت بتعمل contrast stretching الر اللي في الاول بتبقى قيمتها قيمة min الر min والاست جديدة بتبقى zero عادة ما يعني ولو انت هنا الر بتحتك بتبقى الر maximum والاست two بتبقى l minus one يعني لو انت الكيمة بتحتك كانت اصغر حاجة اللي هي المية لما كان عند المية لست بتحتك تبقى zero يعني انا بكون اصغر قيمة عندك في الامage بتحتك بزير ولو الكيمة بتحتك الر بتحتك كات r هو لو الر بk هخليها بزير ولو الر يعني انا طبعا مفروض دي تبقى كده لو الر مش هتبقى k بقى هي k دي يعني كيمتها k ولكن الكي اعلقتها بالسيتا لو كانت الكي او لو كانت الر يعني في بعض الاحيان الر كانت بk ممكن احط الاس بتحت بزير لو الر كان بk k واحد ودك اتنين الاس هتبقى بل مالهاش حاجة غير كده مالهاش حاجة غير ال 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 و او ال او او بس بس بنسميها لما تبقى انت عايز تحول من بايناري من جري لبايناري او انت مش عايز تعمل كده مش عايز تعمل رينج طيب طبعا ده التأثير بعندك image فيها ممكن تبقى الوية ممكن تبقى جريه عادي اللي حصل بصيت على بيكسل معينة لقيتها اكبر من رينج دي هاخدها معي غير كده مش هاخدها معي وهي consider ان الحاجة دي ان ايه يعني zero يعني هنا دي هتبقى zero دي هتبقى ايه او طيب اا 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 طبعا مثال لو احنا طبقنا لو عندي بالمنظر ده هيبقى ده الناتج الكنترست وده ناتج البيناري اا وتسقبته يعني نشوف انت عايز تستخدم اني واحدة فيهم واستخدمها عادي بس هما ده الفرق بين الاتنين يعني هو لما انت بتعمل بتشوف انت هدفك ايه يعني الشغال معك بيناري خلاص بمشي بالبيناري وكذا هل انت البيناري اتو مور كلير خلاص اشتغل بالبيناري طبعا عندها مثال مثال يعني لو انت عندك لو انت عندك متريكس بالمنظر ده وعايز تفصل لازم هو يقول لك السترشولد كيف فالسترشولد هنا عندي لو خمسة وثائين لو الرقم عد الخمسة وثائين اخلي واحدة واقل منه خلي زيرو فانت عندي مثلا المية وعشرة اكبر من خمسة وتسعين اخليها واحد المية وعشرين اكبر من خمسة وتسعين اخليها واحد التسعين اقل خليها زيرو وهكذا التسعين هنا برضو زيرو خمسة وتمانين زيرو وهكذا فده كان مثال يعني السترشولد اني انت تبقى عندك وقولك هاتلي الاؤبوت دي حاجة طبعا سهلة بس انت لازم تعرف الايه السترشولد بتاع في طريقة تانية لالتعامل مع الكنترست بتبقى طريقة يعني مش بتعمل بالطريقة دي اللي هو يعني بعمل او ان انا بفروضهم كلهم قد بعض لا انا باجي عند بيكسل رينج معين وبقول ايه لو انت من كذا لكذا انا يخليك كذا لو من كذا لكذا يخليك حاجة تانية فبيعمل بس يعني مسلا مش بيعمل كده لو كان اقل هيبقى بالصفر واكبر يبقى واحد لا بيعملها على كده ده 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 على حسب طبعا انت عايز تعملي فده الطريقة التانية انه يقولك انا انا ها consider الامج بتاعتي على ان هي تلاتة رينجز او تلاتة وهابدأ اطبق او هبدأ في الاخر انت هتحول الامج اللي جاء لك الاصلي الامج التانية بناء على المعلومات ده المعلومات ده بتبقى النقطة الاولنية 00 انت لازم بيعندك اربع نقطة لان انا بقول تلاتة فانت عندك النقطة دي ودي 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 اللي هي الاربعة الحدود بتاع الريجونز يعني انا عندي كده تمام وانا لازم اعرف النقطة دي بداية نهاية الرينج ده وبداية نهاية الرينج ده وبداية نهاية الرينج لو عايزني احل بال لازم اعرف ايه هما الاربعة و الامبوت امتش تمام وابدأ انا بعد كده اشوف في الاخر الاول امتش بتاعتي ممكن يبقى شكلها عامل ازاي طبعا ما اكيد يعني الاول امتش هتبقى بنفس بتاع الامبوت امتش هنا بتاع كان اثنين 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 الاؤوب بتاع لازم يبقى برضو اثنين في اثنين اعايز اعرف العشرين دي هتبقى كام دي والمية دي هتبقى كام والمية وثلاثين هتبقى كام القيمة جديدة يعني وثلاثين برضو هتبقى كام فنشوف بقى كده هو ممكن يحسب بالطريقة التانية هو بيبدأ يحسب حاجة اسمها الفا وبيتا وجام الفا وبيتا وجام دول بيبقى حاجات انترمز اف الار والاس او النقط دي اللي هي 0 0 70 53 130 191 وكذا فالالالفا بتبقى عبارة عن اس وان مينس اس زيرو والار مينس ا على الار مينس ا زيرو والالفا والبيتا بتبقى عبارة عن اس تو مينس اس وان على ار تو مينس ار وان والجام عبارة عن اس سري مينس اس تو على ار سري مينس ار تو بنبدأ تشوف في الكامل اللي عندي مسلا عندي اس وان منس اس زيرو اس وان كبب 53 وان زيرو كبب زيرو الار وان كبب سبعين وار زيرو كب زيرو الار بتاعتي لو كانت اطبعا عن ثلاثة رينجز الار بتاعتي اتقع في الرينج ما بين الصفة والار واحد هعمل هتبقى هي لها نيو فالو معينة لو الار بتاعتي اكبر من موجودة في الرينج التانية وهي اكبر من ار واحد واقل من ار اتنين احطها في اجيب النيوب بالطريقة دي او بالاكوشن دي لو الار بقى اكبر موجودة في الرينج التالت وهي اكبر من ار اتنين واقل من 255 ببدأ احسبها بالطريقة دي واضرب في فاكتور دي طبعا يعني لو صطفة والرقم عندي كان مثلا 53 وان الار 53 فانته برحتك عايز في الرينج تعالي تحطها في الرينج تعالي لان هنا بيقولك قل من او يساوي وهنا برضو قل من او يساوي في اما نشيل الوساوي لازم تبقى موجودة فوق بس او ان احنا طالما هو مسويها عامل يساوي في الاثنين فانا ممكن نحط الاس في الار الجديدة نحسابها بأي معادلة من دون حالة بنعمل ايه بقى لو انا الار بتاعتي كانت في الرينج ما بين خليني مثلا احسب ال value مثلا اللي هي 20 خلاص هيا جا شوف العشرين ما بين الصفر العشرين موجودة في الرينج ده اللي هو من الصفر والتاتة وخمسين اه الرقم اللي اسمه عشرين ما بين الصفر والتاتة وخمسين خلاص هو في الرينج الاولاني طبعا انا مش من صفر والتاتة وخمسين اه من صفر السبعين وبصي من صفر السبعين هل العشرين من صفر السبعين فلازم تكون انا هعمل معادلة وفي الاخر اطلع لي الناتج ما بين سفر وخمسين اه اطلع لخمستوش تمام برضو هاجع الرقم اللي اسمه مي المية دي موجودة ما بين سبعين ومية وتلاتين اه خلاص انا هعمل حاجة بحيس ان الاس جديد تبقى من 53 لواحد 191 طيب بعد كده ال130 130 موجودة في الرنج ده اللي هو 170 130 خلاص يبقى الابر بتاع يبقى من 53 ل191 هنيجعل 130 موجودة ما بين 135 و255 اه موجودة في الرنج ده يبقى كده الاس جديد تبقى ما بين 191 و255 و50 طيب هعمل ايه طيب هنا لما انا عرفت ان البيكس بتاعتي العشرين دي موجودة هنا فانا عندي هنا العشرين هنا تمام ممكن اعمل بس لير العشرين موجودة هنا في الرنج ده فانا طبعها بالمعدد المية موجودة هنا تمام والرقم التاني 130 ورقم التاني 130 برضو موجود في الرنج ده 130 هنا عندي 230 230 موجودة هحسبها بمعدد الثالث اوكي طيب فاقه هنا انا عايز احسب ال new value من العشرين فاقول العشرين هتضرب في الف يبقى العشرين هتضرب في 75 من 100 هيدينا كلمة جديدة تمام هاجة عند المية المية طبعا الرنج هتطلع هتضرب 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 point enhancement methods. هنحاول ناخده مرة الجاية الامثلة على local enhancement process. اهو طبعا ان هي تبقى واضحة. ونحاول ان احنا نعرف الفرق من ال special وال frequent domain. او اهمية ال contrast stretching والميشنز تحته. اه وليه بنحتاج نحن نعمل contrast stretching والفرق بين اللوج والباور لو ما بين في التعامل مع الbrightness والdarkness.